الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم نحن في كتاب صريح البيان صحيفة 140 في موضوع بيان التأويل في القرآن والحديث نحن في صريح البيان في الرد على من خال في القرآن ويقول مولانا وشيخنا محدث الدنيا خادم أهل الحديث أو خادم علم الحديث الفائدة السادسة قولهم إن استواء الله على العرش جلوس لكن لا كجلوسنا هذا تناقض ويشبه قول من قال له ولد لك أولادنا ويستشهدون لذلك بقول بعض الأئمة لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا وعين لا كأعيننا أما الذين قالوا ذلك لم يريدوا قطعا الجارحة لأن العين تطلق على معاني تليق بجلال الله منها الحفظ والعناية واليد تطلق على معاني تليق بجلال الله منها النعمة ومنها القدرة تطلق ولها معاني أخرى والوجه أيضا يطلق على معاني تليق بجلال الله فإذن العلماء قالوا هذه الصفات كما قال الشافع وغيره صفات لا جوارح أمنا بها صفات لا جوارح أما إذا قلت جلسة كيف يكون جلوس من غير الجارحة وهذا لم يرد في القرآن ولا في السنة فكيف تفترون على دين الله وكيف تفترون على رسول الله فتزعمون أن هذا شيء قاله الرسول هذا كذب الرسول ما قال الله جالس أما إذا أردتم أن تأخذوا حديث مكذوبة وتنسبوها إلى رسول الله كما هو عادتكم فيما يوافق عقائدكم الباطلة في التشبيه والترسيم تأخذون الكذب وتقولون قال رسول الله الكذب مثل ابن القيم يأتي بحديث كذب ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم البقر الرسول قال أكرم البقر شو نحن بالهند ولا وين قال له أكرم البقر لأن البقر مز خلقت ما من مز عبد العجل ما رفعت رأسها إلى السماء قال ابن القيم وهذا يعني البقر بالفطرة تعرف أن الله في جهة فوق هلأ صارت العقيدة تعيدكم بتأخذوها من البقر البقر عم يعلموكم البقر طلع على فوق هيك ما عاد يرفع رأسه له هيك فإذا العقائد تستمد من البقر عند ابن القيم تلميذ ابن تيمية الحمد لله الذي عافنا مما ابتلى أهل التجسيم وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيله إذا كان المرجع بالعقائد البقر يا عيني وانصرنا مصيبة يا حج عبد العزيز مصيبة وانصرنا على كثير ممن خلق تفضيله وانصرنا على كثير ممن خلق تفضيله انصرنا على كثير ممن خلق تفضيله يتعلمون من أمام الهل السنة والجماعة الشافعي أبو حنفة ويقولون الله واجهون ليس كما نواجه ليس كما نواجه ليس كما نواجه ليس كما نواجه هذه الواجه والياد والعين كانت تصدر في القرآن والسنة ويشتركوا للهل كما نرى المساعدة ويشتركوا في القرآن والعين المساعدة المساعدة والعين المساعدة والمثاق كما نتجرح في القرآن نتجرح في القرآن ما تطلق معناها؟ في القرآن في القرآن يقولون الله وَالْسَمَا عَبَنَيْنَا بِأَيْدٍ أي بِقُوَّتِنَا بِقُدْرَتِنَا لا تطلق معجال آخر يقول الاد هنا في القرآن وَالْسَمَا عَبَنَيْنَا بِأَيْدٍ أي بِقُوَّة وَالْقُوَة الْمُرَادُ بِهَا الْقُدْرَةِ ذلك مما تصف في ال isolating في الله الحقيام ليس يعني من هيخرجهم وان في نتقاها حاليا قال الله اعطى أعطى معماً بالطمئة عليها لا يتقاها وصلها لن يتسجل ليس كنا معاً اعطى قد تقريباً اسمع اعطى أن يشعر ي군ك Nate طيب أكثر؟ هذا أكبر الله يقول ماذا هو وحدة صنعي يقولون الكاثة لقد كانت وقد أخبرت يقول ولمين طالما يقول أعلم تخفت من نفس الولاي للمسافة قبضي للنسيام أقول هذه الالسيدة يقولون لهم قال الله جالس وقال له أبدا أقول للمسافة تريدون أنشاء الشرقية تريدون أنشاء الشرقية يقولون كما عبدالقيم dans son livre اجتماع جيوش المسلمات ou quelque chose comme ça il a un livre intitulé comme ça il rapporte un mensonge un mensonge une parole dans laquelle il y a un grand menteur في هذا السنة يحد كذب يحد كذب يعرف كذب alors il rapporte بحديث il n'a pas dit ça a été dit ما قال قيل يقال قيل il a dit le prophète Muhammad a dit قال رسول الله كيف كيف تروي عن كذب كيف تروي عن كذب il a dit le prophète a dit honorer les vaches les vaches pourquoi قال les vaches depuis que Bani Israël certains ont adoré le veau les vaches ont eu de la pudeur ils sont gênés de lever la tête en haut depuis que Bani Israël ils ont adoré le veau alors Ibn Al Qayyim il a dit tu vois les vaches par nature connaissent qu'Allah est en haut alors maintenant la référence pour Ibn Al Qayyim les vaches maintenant c'est les vaches ils ne regardent pas là-haut parce que les vaches par nature connaissent qu'Allah est en haut alors là tu vois la croyance alors est obtenue chez les vaches يعني بجي قو حد مرة حتى ما نحكي مين à l'aurore à l'aurore à l'aurore s'enad 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 on à l'aurore du temps sur l'aurore verset 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 المعلمة لت ديمتان بالعلام لتغوية غيرك فيها أنك يشكر لقيم وانتت الذي يساعدنا من نساعدنا في نترابي ونصبع الوحبية نسأل الله السلام نسأل الله السلام في حديث مكذوبة من نستشهد بالبقر يالاتف تولتوف فالجواب عنها أن الجولوس في لغة العرب لا يكونوا إلا من صفات الاسلام فالجولوس في لغة العرب لا يستعمل إلا في الحسام في الإنس في الجن في القرد في الكلب في الحشار نقول جلس فالعرب لا تطلقوا الجولوس إلا على تصالي جسمين بجسم على أي يكون أحد الجسمين له نصف أعلى ونصف أسفل ونصف الأعلى ينثني على نصف الأسفل يعني les Arabes ils disent جلسا lorsqu'on parle du corps qui touche à notre corps et encore que celui qui est au dessus aura une partie supérieure et inférieure et que la partie supérieure se plie ou baisse pour la partie inférieure c'est là où les arabes ils disent saswâh ها هنا العرب تقول جلوس كيف لما أنت بالعرب ما بيستعمل كلمة ابن إلا إيش لمن كان جزءا من أمه هذه وأبيه هذا هنا يقولون ابن فما فيك تقول لله عنده ابن لأنه هذه العبارة تقتضي الجزئية والبعضية فما فينا نستعمل لأنه تقتضي الجزئية والبعضية ما فينا نقول نحن أبناء الله ما فينا مثل ما بقولوا بعض الأديان بقولوا نحن أبناء الله وأحباءه أيوه فكما أن ما فينا نقول نحن أبناء الله كما ما فينا نقول الله جالس لأن كما أن البنوة تقتضي البعضية والجزئية والجلوس يقتضي الجسمية والتبعض والتجزء أيضا كما أن البنوة تقتضي البعضية والجلوس كما أن البنوة تقتضي البعض والتجزء كما أن البنوة تقتضي البعض أن البنوة تقتضي البعض تقول لهم gesetzت إعطيناه يعقلك له فعلا لعيد الواهابي آلال لأي 것 coûte وفعث أنه يتعلمون شخص لأنهم يتعلمون على الوهبية لأنهم يتعلمون بشكل المستقبل لأني أخبرتكم سألتكم الله تعالى كانت موجودا لكبلا خلق السماع صح؟ إذا كان موجودا لكبلا خلق السماع فهل ما كان محتاجا الله في السماع قبلا خلق السماع كله خلاص لا يدرونه بس أنه يكون موجودا بعد البتدل في المعرفض نقول أجل في المعرفض أن يجب ردنا فقد قال الله تعالى بما يتعلمون على السماع لكن الله تعالى أولا فقد قال الله تعالى بما يفهمة إنسان ما بيفهمه إلا العصى ورب الكعبة. هذا إنسان ما بتفهمه إلا العصى. شو? قل لك الله في السماء قبل خلق السماء. شو العاكي هذا? هذا بده عصى سيدنا عمر اللي ضرب فيها صبيغ. اللي ضرب فيها واحد. سألوا هيك سؤال. يعني ظاهروا على يدل على التسين. ضربوا. قالوا خلاص مش الحال. ذهب الذي في رأسي. ذهب عني يا أمير المؤمنين كفا. ذهب يا أمير. خلاص مش الحال. فإذا اللي سلل جولوس في لغة العرب معنى للهذا. إذا البنوة nous on a dit avoir fils engendré ou enfanté ça implique la division et le fait de s'asseoir ça implique le corps et comme on dit Allah n'a pas de fils parce que Allah n'est pas encore on dit Allah s'assoit pas on lui attribue pas le fait de s'assoit pas que Allah n'est pas encore. وهم أي الوهابية في هذا أثبتوا الجسمية لله وبعض صفاتها ولا يجوز ذلك على الله لأنه لو كان لو كان الله جسما لكان له أمثال. نحن أرسام كثيفة والجن أرسام لطيفة والملائكة أرسام لطيفة والحجر والشجر أرسام. لو كان جسما لكان له الله لا مثلا لهم. وليس الله تعالى إلا أنه لو كان الله يكون معا لك. ولكن الله تعالى لا يبدو أنه لا يبدو أنه لا يبدو أنه لا يبدو أنه لا يبدو. pour les humains pour les animaux les vaches les chiens les singes même les insectes mais chacun il a sa manière de s'asseoir وَيُقَالُوا لَهُمْ أَمَّا الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنِ فَلَيْسَتْ كَذَالِكْ فَإِنَّ الْوَجْهَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ يُطلق على الجسم وعلى غير الجسم on leur dit الْوَجْهُ وَالْيَدُ وَالْعَيْنِ c'est autre chose parce que الْوَجْهُ on l'attribue pour le corps qu'on connaît là où il y a le nez la bouche les yeux voilà on dit c'est الْوَجْهُ et encore il a une autre manière مثلا فَعَلْتُ هَذَا لِوَجْهِ اللَّهِ يعني pour l'agrément de Dieu تَقَرُبًا إِلَ اللَّهِ فَإِنَا مَتْوَلُوْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ c'est la direction de l'Qiبل الْوَجْهُ تُطلق على غير الجسم الْوَجْهُ ça soit l'autre ça ne on ne le dit que pour un corps tandis que l'وَجْهُ on le dit pour le corps et on dit pour autre chose et الْوَجْهُ اللَّهِ lorsqu'on dit on croit son comment c'est-à-dire on ne l'apprend pas comme ombre et organe لَمَقَالَ الْوَجْهُ اَمَنَّ بِلَكَيْفِ اِذَنْ مَا حَمَلْنَهَا على معنى الْجسم والْعُضُ والْجَارِحَة رَضِيَ اللَّهُ عنهم ما أوسع فهمهم ما أوسع فهمهم وما أضيق فهم المجسم والوجه بمعنى الجسم هو الجزء الذي هو مركب في ابن آدم وفي سائر ثوات الأرواح وأما معنى الوجه الذي هو غير هذا الجزء في لغة العرب فمنه الملك كما فسّر البخاري في جامعه قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال البخاري أي ملكة بضم الميم الملك يعني سلطان سلطان et je vais expliquer en français alors on dit لوجه pour l'être humain on l'utilise pour voilà l'organe là où il y a le nez les yeux tout ça pour nous pour les animaux on dit voilà son visage tout ça et il a un autre sens comme البخاري a expliqué dans le dans son صحيح dans سورة القصص il a dit كل شيء هالك إلا وجهه au début هو باب التفسير عند باب سورة القصص il a dit كل شيء هالك إلا وجهه il a dit sauf sa souveraineté لأن nous notre pouvoir notre manière d'agir tout ça s'arrête par la mort mais Allah sa souveraineté ne s'arrête pas كل شيء هالك إلا وجهه اما اذا باب بعض المجسم قال حتى رب نبي هلك بس باب وش بعض الاغبياء certains كفار certains idiots ils disent même d'you même d'you sauf son وجه غسط الله أكبر إلى أي حد وصل الكفر والغباء ويطلق الوجه إذا أضيف إلى الله بمعنى ما يقرب إلى الله من الأعمال كالصلاة والصيام وسائل الأعمال الصالحة كما فسر بذلك سفيان الثوري الآية الآن فالذكر كل شيء هالك إلا وجهه يعني الأعمال الصالحة ثوابها يبقى عند الله الآية هذه سفيان الثوري يلعط كل شيء هالك إلا وجهه يلعط لك 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 الآية الآية لك 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 في المنزل الآية لك الآية لك الآية ويطلق ويطلق أيضا على الزات قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أي ذات ربك أي ذات ربك الله تعالى يبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك أي ذات ربك الآن ترى الوجه الله تعالى لا قال لك أن كل من ينظر عنه 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 عز وجل والذات بالنسبة إلى المخلوقين الجسم الكثيف لما تقول أنت بالنسبة إلي أو للجن أو للإنس نحن البشر ذوات يعني السام كثيفة والجن جسم لتف والملايكة جسم لتف pour certains ذات on dit c'est un corps palpable pour d'autres c'est un corps impalpable comme les anges et les djinns النور والريح أيضا من السام اللطيفة la lumière le vent ce sont des corps impalpables أما صلى الله عليه قال المرأة تعور فإذا خرجت استشرف الشيطان وأقرب ما تكون يعني المرأة من وجه ربها أقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها يعني من وجه ربها أي إلى طاعته أي إلى طاعت الله فالواجه هنا ليس له معنى إلا الطاعة لا يفسر هنا بمعنى الذات alors البزار ربط 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 موسند et c'est le terme de البزار ابن حبان ربط 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 كيف يمكنك أن أدخلوا حيث يمكن أن يدخل فيها أو تجعيلها. تجعالها من أحبقًا ويطات تحديث وإعادة وإنصال وعذلك عندما يكون أفادتا بها عندما يكون أفادتا بها أ hungام وَلَتَدُونَ نعم أصدت أبادة لكنه يبقى وَبَتَدُونَ إلى وجه ربها سيتضيغ ديو عز وجل هذا معناه. أما بعض المجسمين قال من قال من قال الذي يكون على رأس الجبل ليس أقرب من الذي يكون في أسوال الله الذي يكون على رأس الجبل أقرب إلى الله لأنهم يعتقدون لله للمكان والجهة. لو كان الله في مكان وجهة كيف يكون لكان قال لأقرب ما تكون المرأة إذا كانت في أعلى قمه. لأنه يقول من قال للمجسمين أنه يكون على رأس الجبل الأسجل ويقول أنه أعلى قمه. لكن يقول هذا الآن في مكان وجهة كيف يقول لأسجل لكن هناك يتدفعون هون يقول لأسجل هون يقول لأسجل هون يقول لأسجل يقول لأسجل ولا يتجرع الوهبيين يفسروا الواجه هنا بالذات ما بيقولوا هنا الواجه معناه الذات أقرب لأنه هنا إيش إذا قالوا هيك فبطل أن يكون عندهم إيش أنه هو في العلو لأنه إذا بدين يقولوا الذات فبيطلع أنه إذا كانت في قارة بيتها أقرب وهي اللي بيكون فوق الجبل أقرب إذا كانت هي فوق الجبل أو برج خليفة على زعمان بتكون أقرب مش بقارة البيت تطلع لفوق وَأَمَّ الْيَدُ فَلَهَ فِي لَغَةِ الْعَارَبْ مَعَانٍ مِنْهَ مَهُوَ أَجْرَامُ وَأَسْسَمُ وَمِنْهُ مَهُوَ غَيْرُ وَأَسْسَمُ on vient de dire, je viens de dire qu'un يَد a des significations certains ont dit يَدْ يعني مَا comme pour moi, pour certains créatures, tout ça et elle peut prendre d'autres significations d'autres significations que les membres et les organes فاليد تأتي بمعنى الجارحة التي هي مركبة في الإنسان وفي البهايم وتأتي بمعنى غير الجرم كالقوة المراد بالقوة القدرة يعني دفعوا نتلسى للمعنى يد pour la puissance وتأتي بمعنى العهد يد الله فوق إديهم سأتتلسى dans le sens le pacte de Dieu واما العين تطلق على في لغة العرب على معنى الجرم كالعين للإنسان والحيوان on utilise le mot عين pour les yeux, pour l'être humain et les animaux, وتطلق على وتطلق على الذهب تقول زكاة العين العين يعني الذهب والفضة يقال له العين on dit pour l'or on dit عين et il jasus يقال له عين l'espion, عين الملك هذا عين الملك وكمان بلغة العرب يقوله يده الملك يده اليمنى, هذا يده اليمنى, هذا إيده اليمين ما يعني إيده اليمين يعني الملك إيده مقطوشة وهو ملزق فهو يتحرك فيه كيف يعني تمشي مع الوهبية يعني عندهم يقولك لا تأويل على الظاهر ضحك يعني يضحك يعني عندهم قحقها هكذا عندهم alors on dit mais lorsqu'on dit dans la langue arabe l'œil du roi c'est-à-dire c'est-à-dire celui qui ramène il espionne les gens il rapporte les nouvelles لَهُ عَيْن هُنَاكِ يعني لَهُ إِنْسَانِ يَدِي بِلْأَخْبَرِ et tu dis le bras droit ça veut dire quoi cet homme c'est le bras droit du roi ou du tel président c'est-à-dire il s'appuie sur lui il est un homme à qui il lui donne beaucoup du travail وتطلق على الماء النابع العين وتطلق على on a gelis pour l'eau qui sort عين وتطلق معنى الحفظ تجري بعين dans la protection dans le sens protection وبهذا بان أن هناك فرق بين لفظ جلس وبين الوجه واليد والعين ولله الحمد والمن على ما وفق أهل السنة لبيان اعتقاد أن التوحيد هو التنزيه وأن الوهبية ما عرفوا شيئا من التوحيد ما عرفوا شيئا من التوحيد هم غارقون في التشبيه والتجسيم ويظنون أنهم على التوحيد قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع هؤلاء داخلون تحت هذه الآية ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأنهم يعبدون جسما لا وجود له ما عبدوا الله الذي خلق الكون الذي خلق الكون ليس جسما هم ما عبدوا إذن ما عرفوا إذن لا يكونون من أهل التوحيد السحرين الملاحبية فهو كما أرضي لونج يعى الله يحسنون اغفر فينا في التوحيد بين اللم يعنى في حال السحرين يحسنون يحسنون وهم يحسنون يحسنون على تقديم الوحيد وهم يحسنون على شهر ان نظام سعرى الصم كما تريدون أن يكون المحاطين الأولياء وإنهاء الراحة ويقول أنه ليس لديهم أبن باز يقول لرحالة أبن باز يقول لرحالة لا تنفع ولا تثبت لا نفع ولا نثبت تعتبر wisdom ما تقول لانانمفة أقول لانانمفة كم تقول لانانقى يقولون أني على تدائج هل أسأل الكثير يقولون الأيسكان لاأز الله كثيرا لاأز الله ل lasts الله لأل visits لأن الله تقولون لانيسكان لأ săمر لأنك لأنك بشأن لن آ有沒有 لا أعلم لا أعلم لا أعلم أعتقد أنهم بالتوحيد لكنهم يكون فيه في لغارة من نتعرف أن الله هو لم يكن لا أعنقل الله يمسون وقره أعنقل وقره بحثة من إجابة وإنسان الذي لا يوجد يجب أن نعرف وإنسان من أعنقل ils ont adoré une image sculptée par l'imagination et ils n'ont pas adoré Allah le créateur alors ils ne l'ont pas connu alors ils n'ont pas de tawhid الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلى الله